السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف الأول المتوسط الجزء الأول رح نأخذ الدرس الثاني من دروس القواعد اللي هو العلم صفحة 40 رح نشرحها بالورقة العلم أول مرة نقول العلم وهو اسم موضوع خلينا نشرحها يلا عيني العلم وهو اسم موضوع لشيء معين مثل يش العلم؟ مثل محمد، فاطمة، زينب، بغداد هذا اسم العلم فنكتبه يلا عيني العلم هو اسم موضوع لشيء لشيء شنو؟ معين العلم هو اسم موضوع لشيء معين مثل يش؟ مثل محمد، زينب، فاطمة، بغداد، دجلة هاي كلها اسماء علم هذي كلها شبيهة اسماء علم ها عيني يقسم العلم بحسب الأفراد والتركيب يقسم العلم يقسم العلم إلى قسمين العلم يقسم إلى شنو؟ قسمين هما أولاً العلم المفرد العلم المفرد اثنياً العلم المركب العلم المركب بنقول العلم يقسم إلى قسمين العلم المفرد والعلم المذكر نجي ناخذ العلم المفرد أول نوع اللي هو العلم المفرد مثل يش علم مفرد؟ مثل علي خالد زينب لندن وإلى آخر من اسماء العلم المفرد هاذا نقول عليه شنو اسم علم مفرد؟ زين؟ ثانياً العلم المركب العلم المركب هذا العلم المركب يقسم إلى ثلاثة أقسام العلم المركب يقسم إلى ثلاثة أقسام ناخذ العلم المركب يقسم إلى ثلاثة أقسام هساً احنا قلنا العلم هو اسم موضوع لشيء معين مثل محمد زينب فاطمة بغداد دجلة يقسم العلم قسمياً علم مفرد وعلم مركب هسا ناخذ العلم المفرد مثل علي خالد زينب لندن أي علم مفرد من اسمه مفرد؟ العلم المركب يقسم إلى ثلاثة أقسام أولاً نقول ألف المركب الإضافي المركب الإضافي المركب شنو؟ المسجي جيب المركب الإسنادي ها عيني العلم المركب يقسم إلى ثلاثة أقسام المركب الإضافي والمركب المسجي والمركب الإسنادي هذه قلنا يقسم العلم بحسب الأفراد والتركيب ويقسم إلى قسمياً زين إذا كان العلم مركب تركيباً نقول إذا كان العلم إذا كان العلم مركباً تركيباً إضافياً مسبوق بمن؟ مسبوق بأم أو أب أبو إذا كان العلم إذا كان العلم مركب تركيباً إضافياً مسبوق بأم أو أبو يعني سميه شنوه؟ سميه كنية نسميه شنية؟ سميه كنية أما إذا كان دال على مدح أو ذم أو نسب فيسمى لقب وما عداه يسمى اسم يلا هيني؟ أما نقول أما إذا كان دال على مدح أما إذا كان دال على مدح أو ذم أو نسب فيسمى لقباً وما عداه يسمى اسماً فقط يعني هذه مجرد أقسامه قلنا العلم قسمياً مفرد ومركب المركب يقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هي يقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هي العلم المركب والعلم المركب العلم المركب يقسم إلى ثلاثة أقسام المركب الإضافي والمركب المسجي والمركب الإسنادي زين هسا شرح أسوي هاي بمجرد أقسامه هسا رح ناخذ كل واحد ونشرحه بالتفصيل مثلاً ناخذ المركب الإضافي وناخذ المركب المسجي وناخذ المركب الإسنادي يقعيني هسا ناخذ العلم المركب يقسم إلى ثلاثة أقسام المركب الإضافي والمسجي والإسنادي خلينا ناخذ أول موضوع المركب أو أول نوع المركب الإضافي شيني معنى مركب إضافي؟ المركب الإضافي يعني مثل يش؟ مثل عبد الله أبو الفضل هيش يعني إضافي يسموه عبد الله أبو الفضل زين هذا متكون من كلمتين منين متكون من كلمتين؟ نكتب متكون يتكون من كلمتين زين أحدهما تسمى مضاف يعني تعرب بحسب موقعها الجملة يعني بحسب موقع الجملة والأخرى مضاف إليه وطبعاً المضاف إليه مجرور سنأخذ مثال مثل عندنا جاء عبد الله جاء عبد الله لما أريد أعرض جاء شا أقول؟ أقول فعل ماضي مبني على الفتح عبد عبده فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظمة الظاهرة على أخري وهو مضاف والله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة يعني أقول هذا فعل ماضي وهذا فاعل مرفوع بالضمة أقول وهو مضاف لازم أقول هذا مضاف إليه مجرور الله مضاف إليه مجرور هذا يقصد المركب الإضافي يعني من كلمتين لما أقول عبد أعرب حسب موقعات جملة أقول وهو مضاف والله مضاف إليه أقول أبو وهو مضاف والفضل مضاف إليه خلينا نأخذ بعد مثال رأى رأى محمد رأى هذا بحالة الرفع رأى محمد عبد الله لما الأريد أعرب رأى 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 فعل ماضي مبني على الفتح محمد فعل مرفوع علامة رفعي الضم من ظهر على آخره عبد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح وهو مضاف والله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر يعني زي مثل عندي الله لكن لفض الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر زي مثل سلم نأخذ مثال سلم هذه بحالة الرفع والنصب وهذه الجر سلم محمد على عبد الله كنا حسب موقعها من الجملة سلم فعل ماضي مبني على الفتح محمد فعل مرفوع علامة رفعي الضم من ظهر على آخره على حرب جر عبد شنون اسم مجرور وعلامة جره الكسر وهو مضاف والله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر هذا المركب الإضافي نقول وهو مضاف و الله أو أي شيء أبو الفضل مضاف إليه هذا المركب الإضافي الثاني المركب المزجي شو المعنى مزجي قلنا الإضافي يتكون من كلمتين وهو مضاف مضاف إليه المزجي لما أريد أعرفه شنوه هو هو نقول شونا نقول كلمتين قد مزجتها يعني مزج مزجت معا حتى يكونون كلمة وحدة يعني هو أصلى سنوه المزجي أصلى كلمتين ممزوجة ويكونون كلمة وحدة مثل يش؟ مثل حضر موت مثل يش بعلبك ها كل هن كل كلمة وحدة مثل يش معدي معدي كرب هذا النوع حضر موت وبعلبك والمركب المزجي معدي كرب هذا يعرف بالحركات يعني الضم رفع والفتحة نصبا وجرا ماكو كسرة الضم رفع والفتحة نصبا وجرا من دون تنوين يسمى ممنوع من الصرف خلينا ناخذ مثال أو نعربها مثل هذه بعلبك هذه هذه بعلبك لما نريد أعرب هذه اسم إشارة مبنية على الكسر في محل رفع مبتدى بعلبك خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ليش خبر؟ لأن هذه في محل رفع مبتدى وهذه هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره زيان ناخد مثال اللاخ نحن لازم ناخد الرفع والنصب والجر أدي زارة زارة محمد بعلبك زارة محمد بعلبك زيان لما نريد أعرب زارة فعل ماضي مبني على الفتح محمد فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره بعلبك مفعول به يعني نكون حسب موقع حمل الجولة فعل وفاعل ومفعول به منصوب علامة نصبي الفتح الظاهرة على آخره ناخد بعد مثال مرة السائح مرة السائح ببعلبك مرة السائح ببعلبك مرة فعل ماضي مبني على الفتح السائح فعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره ببعلبك الباء هنا حرف جر وبعلبك يعني هسا هذا الباء وحدها وهنا بعلبك اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لا 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 شون أنا قلت ماكو هذا ماكو مجرور يعني ماكو كسرة يعني شقول شوفوا ما ماتي مرة فعل ماذا فعل ماضي مبني على الفتح السائحة سائح وفاع المرفوع علامة رفعه الضم ببعلبك الباحرف جر بعلبك هي مو على اساس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة لا أقول الفتحة بدل الكسرة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف خلي نكتب هذا نقول اسم مجرور وعلامة جره ما عندنا كسر بس فتحة يعني النصب ولا جر بالفتحة جره الفتحة أقول بدلا من الكسرة ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف جزي هسا بعد أكو قبل لا ننتقل على المركب الاسنادي أكو نوع ثاني نوع ثاني أنا مو قلت إذا كان العلم مركب إضافي مسبوق بأم أو أبو تسمى كوريا هسا بقد أكو نوع ثاني اللي هو ختمة بويه مثل سيبويه خالويه أقول النوع الثاني النوع الثاني مختوم بويه مثل سيبويه خالويه خالويه هذي هذا النوع الثاني زي هذا النوع يبنى على الكسر شي أقول؟ يبنى على الكسر جميع أحواله يعني أقول مبني على الكسر لازم أقول هذي هسا خلصنا نوعين بقى النوع الثالث اللي هو المركب الاسنادي أخذنا الإضافي والمسجي هسا المركب الاسنادي المركب الاسنادي هذا شون اسنادي؟ هذا يكون نوع جملة فعلية وجملة اسمية يعني يكون جملة فعلية واسمية يكون هذا النوع يكون هذا النوع جملة فعلية أو اسمية يكون هذا النوع جملة فعلية أو اسمية زين مثل عندنا ناخذ مثال عليها مثل جملت أخلاقها يعني جملت أخلاقها خلنا أخذ مثل نقول جملت 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 أخلاقها أخلاقها وبعد تأبط تأبط شرا فهذا النوع من المركب لا تظهر عليه على علامات عرابية لكنه يلفظ وشنو كما يعني شون نقول هي مو ما تظهر عليه أي علامات عرابية لكنه يلفظ كما وتقطر عليه الحركات بسبب موقعها من الجملة خلينا ناخذ مثال مثال مثل هذه هذه جملت أخلاقها أريد أعرف هذه هذه شقول اسم إشارة اسم إشارة مبنية على الكسر في محار رفع مبتدأ جملت أخلاقها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة الضمة المقدرة يعني الزنات عربين زين رأيت رأيت جملت أخلاقها أخلاقها أريد أخلاقها أريد أعرف رأيته رأيت شقول أقول رأى فعل ماضي مبني على السكون والتا ضمير متصم مبني في محار رفع فاعل يعني فعله فاعل إذن هذا الشعر بها اثنينات جملة أخلاقها مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة سلمت 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 على جملة أخلاقها أخلاقها لما ناري العرب سلمت سلمت سلمة فعل ماضي مبني على السكون سلمة فعل ماضي مبني على السكون نقول والتا ضمير متصم مبني في محار رفع فاعل وعلى حرف جر وجملة أخلاقها اسم مجرور وعلامة جري الكسرة المقدرة زين هذه شرح قواعد العلم خلينا أخذ بس تقويم اللسان تقويم اللسان ضع هنا صفحة 43 شيء يقول لي يقول طلب إليه أم طلب منه قل طلب إليه لا تقل طلب منه كتاب شائق كتاب شائق أم كتاب شيء قل هذا كتاب شائق لا تقل هذا كتاب شيء ها عيني موضوع العلم للأول المتوسط وإن شاء الله على الفيديو اللاق راح ناخذ انحل التمارين قل طلب منه شكرا